بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واحدة من أعظم صفات مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي أنها كانت أول مدافعة عن خط الولاية والإمامة وقد أعطت ثمنا بالغا كبيرا أدى بشهادتها وشهادة ولدها لكنها دافعت ثمانية عشر سنة قضتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله التفتوا ثمانية عشر سنة عاشت فاطمة مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله من هو رسول الله أول الوجود أشرف الوجود يعني هي متصلة بهذا المنهل العذب بعد هذه السنوات بعد شهادة رسول الله حينما تقف مدافعة عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام فاعلم علم اليقين أنه لم يكن في زمانها مظلوم كمظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك في الزيارة المطلقة الخامسة لأمير للمؤمنين سلام الله عليه المروي عن الإمام الهادي هكذا تبدأ بالسلام لعلي عليه السلام السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه الدفاع عن الولاية أمر واجب لكن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أدت دورا كبيرا في الدفاع عن إمام زمانها وهذه لعل من أبرز صفات الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها ما تحدثت عن نفسها في خطبتها المعروفة بالخطبة الفدكية إنما خرجت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام من دارها إلى مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله لا مجرد من أجل مطالبة فدك البعض يفكر جاءت فاطمة حتى تطالب بحقها يعني فدك لا جاءت الزهراء محورية الخطبة الفدكية أولها وسطها أخيرها عشرات المواطن محورية الخطبة الفدكية هو أنها جاءت تبين عن ظلامة بعلها إمام زمانها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها ولذلك يفترض الخطبة الفدكية تسمى بالخطبة الولائية أو خطبة الإمامة خطبة العترة الطاهرة ولهذا دافعت الزهراء عليه السلام بشتى أنواع الطرق واحدة من تلك الطرق دافعت عن علي عليه السلام بخروجها من منزلها إجدت طلعت الزهراء عليه السلام ما وجدت أحد يدافع كالزهراء عليه السلام خرجت من دارها وقفت في مسجد أبيها رسول الله فأنت أن فأجهش القوم لها بالبكاء ليش لازم تبكي الزهراء ثم خطبت تلك الخطبة المسقعة البليغة اللي تدرون ما يخفى عليكم ابن تيفور ذكر خطبة الزهراء أولى الخطب في كتابه بلاغات النساء مال 280 يعني أواخر القرن الثالث حتى قدم كتاب بلاغات النساء قبل أكثر من مائة سنة قبل نهج البلاغة يذكر هناك خطبة الصديقة فاطمة وقفت أمام القوم أعلموا أني فاطمة وأبي محمد أنا بيت رسول الله قعد تحدثكم البعض منكم كنتوا إلى قبل 23 سنة شنو حالكم كنتم تشربون الطرق وتقتادون القد والورق وتقتادون القد والورق تأكلون الورق القد يعني جلد الكبش وتقتادون القد والورق أذلة خاسيين فأنقذكم الله الله نجاكم الله خلصكم الله أنقذكم بأبي محمد صلى الله عليه وآله و لذلك أحد علماء غير الشيعة اللي بعدها صار من المؤمنين و من خيار المؤمنين و من المؤلفين يقول أنا كنت قاعد في إحدى المدن و ربما في العراق كان يقول فتحت الإذاعة في سيارتي يقول فسمعت كأن الخطيب يتحدث عن خطبة الزهراء عليها السلام قلت أول مرة أنا أسمع هذه الخطبة ألي فاطمة بنت رسول الله خطبة بها البلاغة يقول بالفعل راجعت شفت سندها اعتبارها متنها يقول ثم اهتدى و كتب كتابا بنور فاطمة اهتديت بنور فاطمة أنا اهتديت دافعت عن إمام زمانها بخطبتها دافعت عن إمام زمانها ببكائها محمود بن لبي يقول أنا شفت الزهراء في منطقة أحد في واقعة أحد تقوم من على قبر و تجلس على قبر بلما من النساء باكية نادبة نائحة يقول فسألتها يا ابنة رسول الله من الإمام من بعد أبيك من هو مفزعنا من بعد أبيك رسول الله تقول فبكت فاطمة عليه السلام قالت يا محمود أولم تحضر في الغدير وهل ترك أبي رسول الله لأحد عذر بعد الغدير يوم اللي أعلن عن ولاية بعلي علي بن أبي طالب تقعد الزهراء في دارها يوم اللي اعتلت فجاءوا لعيادتها بعض نساء المهاجرين و الأنصار شوفوا خطبة الزهراء في دارها للنساء أول ما بدأت بالحديث سألوها كيف أصبحت يا ابنة رسول الله قالت ما الذي نقم من أبي الحسن ليش تركت علي بن أبي طالب دفاعها المستميت عن إمام زمانها نحن نقرأ في صفات أبي الفضل العباس صلوات الله و سلامه عليه من أولى صفات أبي الفضل العباس المطيع لله و لرسوله إذا كان العباس هكذا الله يسلم عليه سلام الله و ملائكته يسلم على أبي الفضل العباس لماذا لأن يحمل هذه الصفة الإطاعة يعني التفاني في مقام الإمامة فما بالك بالزهراء عليها أفضل الصلاة و السلام و لذلك ما سقط ذكرها من لسان علي من شفتي علي أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه و قد جعلها الله تعالى نبراسا و علما لمن يريد أن ينصر إمام زمانه و الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة